السلام عليكم لكم نقدم طريقة عمل الحشوة الذهبية باللحم المفروم المناسبة للكثير من المحشيات مثل محش الخرشوف ومحش البطاطس وغير ذلك ربع كيلو لحم مفروم نصف بصلة مفرومة جزرة مبشورة أربع ملاعق طعام صلصة طماطمة 120 جرام جبنة شيدر مبشورة 2 فص ثوم مفروم عصير ليمنة 2 ملعقة طعام زيت ملح فلفل أسود مطحون نضع الزيت في وعاء ساخن ثم نضيف نصف البصلة المفرومة ويتم تحميرها حتى تصل للون الذهب الفاتح ثم نضيف الثوم المفرومة ونقلب جيدا حتى يصفر قليلا ثم نضيف الجزر المبشورة ونقوم بتقليبه جيدا مع البصل والثوم والزيت حتى يذبل قليلا نضيف اللحم المفرومة ويترك على نار متوسطة إلى هادئة ثم نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود وعصير الليمونة ونقلب جيدا وقبل تمام التسوية نضيف صلصة الطماطم إلى اللحم المفروم ونقلبه جيدا ثم نتركه على النار الهادئة ليصل للتسوية الكاملة بعد غسيل الخرشوف وتشفيفه نبدأ فتقطيع جميع الأوراق الخشنه حتى نصل إلى قلب الخرشوفة لذا يحتوي على الجزء اللحم الطرى ونعمل فراغ فقلب الخرشوف اللحم بملعقة طعام ثم نقوم بدعكها بالكامل بواسطة ليمونة للحفاظ على لونها ومنع تحولها للون الأسود نضع حوالى لتر ماء فوعاء على درجة حرارة متوسطة مع ملعقة شامن الملح وعصير ليمونة لسلق الخرشوف حيث نضع حبات الخرشوف فالماء بعد غليانه ونتركه فالماء المغلى لمدة ثلاثة إلى خمسة دقائق ثم نرفعه من الماء ونتركه ليجف نبدأ بعدها فوضع الحشو فتجويف كل خرشوفة ثم نقوم برش وجه كل خرشوفة بكمية مناسبة من الجبنة الشيدر بحيث تغطى الجبنة وجه قطعة الخرشوف والنرعى أن يتم توزيعه جيدا فصينية مناسبة مدهونة بالزيت أو الزبة من القاع وجميع الجوانب نقوم بوضع الخرشوفة المحشية ثم ندخلها إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ثلث ساعة في الرف الأوسط تستخرج بعدها صينية محش الخرشوف وتقدم بألف هنا وصحة وعافية مع تحياتي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين